الفترة اللي فاتت أكيد سمعت عن الـ AI أو الذكاء الاصطناعي وكلنا شفنا الضجة اللي بصيرت حاولين روبوت الذكاء الاصطناعي الشهير اللي اسمه الـ ChatGPT وخصوصا لما خدمة الـ ChatGPT بقت متاحة رسميا في مصر وبعض الدول العربية النهاردة هنعمل مقارنة ما بين روبوت الـ ChatGPT اللي من إنتاج شركة OpenAI وروبوت جوجل بارد اللي من إنتاج شركة جوجل الحلقة النهاردة برعاية سوالف تيك المنصة اللي من خلالها هتعرف كل جديد في عالم التكنولوجيا كلنا دلوقتي بقينا بنستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي كمساعد ذكي في كل أعمالنا من أول كتابة المحتوى، تلخيص المقالات، كتابة رسائل البريد الإلكتروني وعمل درداشة مع بط الزكاء الاصطناعي وحتى لما نبحث عن معلومات لأي موضوع وحتى تصميم الصور والبرمجة وكتابة الأكوان وأي حاجة ممكن تيجي على بالك دلوقتي بقت ممكن تتعمل بالـ AI ومع ظهور التطور السريع ده وزحمة الأدوات ظهر التساؤلات كتير عن إيه أحسن أدوات الذكاء الاصطناعي الموجودة حاليا عموماً المقارنات كتير لكن النهاردة حنركز على إيه هي مميزات الـ ChatGPT وإيه الفرق اللي بينه وبين الجوجل بارد الموضوع بدأ لما شركة OpenAI عملت روبوت الذكاء الاصطناعي اللي اسمه الـ ChatGPT وشركة جوجل عملاقة عملت روبوت الذكاء الاصطناعي اللي اسمه جوجل بارد اللي اتنين دول كل واحد فيهم عبارة عن ChatBot ذكاء اصطناعي قوي جداً منضربين على مجموعة ضخمة من النصوص والرموز والبيانات وبيقدموا لك كل المعلومات اللي انت محتاجها لكن أول اختلاف ما بينهم هو مصدر البيانات الـ ChatGPT متمرن على مجموعة ببيانات ضخمة جداً لكن متخالة له سابقاً ومش متحدثة يعني أي معلومات هتسألوا فيها بعد إبريل عشرين تلاتة وعشرين مش هيكون دقيق فيها قوي لكن ده طبعاً متوفر في خدمة الـ ChatGPT بلس اللي هي بيدفع لها عشرين دولار في الشهر الـ ChatGPT بلس عنده القدرة للتواصل مع الانترنت وبالتالي ممكن يجيب معلومات حديثة لكن جوجل بارد هنا فيه ميزة قوية جداً وهي انه بيتم تدريبه على مجموعة من البيانات والمصادر من خلال الانترنت في الوقت الفعلي وده لانه متصل بالانترنت فمعنى كده ان معلومات بارد هتبقى قدق لانه بيقدر يوصل لاحدث المعلومات والبيانات من خلال الانترنت وكل ده بيقدمه بشكل مجاني مش زي الـ ChatGPT بلس اللي بيحتاج انك تدفعله اشتراك شهري تاني فرق ان بارد بيقدم خدمة مستخدم افضل شوية من الـ ChatGPT لانك ممكن تتواصل معاه بالصوت مش بس بالنصوص زي الـ ChatGPT وكمان ممكن تتواصل معاه بالصور يعني ممكن تدي له صور وهو يفهمها ويحللها ويجاوب عليك وكمان ممكن يجاوب عليك بالصور طبعا في اخر شهرين الـ ChatGPT بقى بيقدم نفس الخدمة انك ممكن تتكلم معاه بالصوت من خلال الموبايل أبليكيشن وكمان ممكن ترفع له صور وهو كمان يرد عليك بالصور بس المميزات دي مش موجودة غير في النسخة المدفوعة من الـ ChatGPT لكن بارد زي ما احنا عارفين ان هو مجاني تماما وده اللي بيخلي بارد متفوق برضو في النقطة الـ وبالرغم من الاتنين دول عبارة عن بط زكاء صناعي لكن لما تيجي تتكلم معاهم هتحسنك بتتكلم مع بنا آدم مش مع مكنة أو آلة ولو هنتكلم على اللغة فجوجل بارد بيتكلم ب40 لغة مختلفة ومتاح في 32 دولة أما الـ ChatGPT فبيتكلم 9 لغات ومتاح في 64 دولة نيجي بقى لنقطة مهمة وهي اتصالهم بالتطبيقات الأخرى فجوجل بارد متوصل بشكل أساسي بالجوجل وورك سبيس وده معناه ان هو متوصل بالجيميل والجوجل مابس والجوجل درايف بتاعك فتقدر تسأله عن إيميل جالك في تاريخ معين مثلا وتعرف منه كل التفاصيل الموجودة في الإيميل ويكون مساعدك الزكي اللي بيرد على إيميلاتك بدلا منك ولو عندك ملف على الجوجل درايف كفاية بس انك تقوله اسم الملف وهو يطلع لك كل التفاصيل اللي فيه في ثواني وطبعا ارتباطه بالجوجل مابس هيسهل عليك حاجات كتير يعني سهل انك تسأله عن آخر أماكن تزورتها أو آخر فنادق انت حجزت فيها وتتأكد منه عن أسعار الحجز النهاردة مقارنة باللي انت دفعته في الفنادق دي لانه طبعا هيقدر يوصل لتفاصيل الفواتير اللي بعتت لك على الإيميل هنيجي بقى لجزء تاني من الاختلافات ما بين الجوجل بارد والشات جي بيتي بما ان بارد متوصل بالانترنت فيقدر يبحث عن صور شبيهة للصور اللي انت محتاجها من على الانترنت لكن الشات جي بيتي ممكن يصمم لك صور إبداعية بالAI كل اللي عليك انك تكتب له تصور للصورة اللي انت عايزها وهو يقدر يرسمها لك وده عن طريق موديل الزكاء الاصطناعي اللي اسمه الدال إي اللي جوه الشات جي بيتي لكن طبعا ده برضو متوفر في الخدمة المدفوعة فقط ولكنه هيوفر عليك وقت ومجهود كبير جدا لانه هو هيساعدك انك تصنع كم هائل جدا من الصور في وقت قياسي لكن برضو يبقى ميزة ان بارد متوفر بشكل مجاني لو هنتكلم بقى على الجزء التقني هنلاقي ان الشات جي بيتي عنده القدرة على كتابة اكواة جافا سكريبت بدون اي اخطاء لكن لو دينا نفس الامر لجوجل بارد هنلاقيه ان هو بيدينا ثلاث مسودات مسودة منهم فيها كود CSS و HTM الإضافي عشان يكمل الجافا سكريبت وكل مسود التعليمات برمجية ممكن يطلع فيها اخطاء وده اللي بيخلي مستخدمين جوجل بارد يبزلوا مجهود إضافي علشان يطلعوا بنتيجة كويسة الخلاصة ان جوجل بارد نتائجه احسن في كل ما يتعلق بالبحث على الانترنت لانه هو مصمم اصلا ان يبقى اداة بحث قوية جدا اما الشات جي بيتي فهو افضل في مهارات الكتابة وطرح الافكار وكتابة المقالات الطويلة وافكار التسويق بالمحتوي طبعا زي ما احنا شايفين منافسة شارثة تعالوا نتكلم دلوقتي على الشات جي بيتي فيجن API وقدرته على التفاعل مع الصور وتقديم وصف وتحليل دقيق عن الصورة مثلا لو محتاج اراء عن الازياء والموضة كل مطلوب منك انك تصور نفسك وانت لابس لبس معين وتدي الصورة دي للشات جي بيتي وهو هيقدر يشوف انت لابس ايه بالزبط ويقدر يقدم لك اكتر من اقتراح في حاجات تغيرها في شكل لبسك علشان النتيجة النهائية تكون احسن في ميزة كمان عملاقة في المجال الطبي للشات جي بيتي وهي اسمها الشات جي بيتي دكتور والموضوع ده موقع سوالف تيك نتكلم عنه بالتفصيل بشكل شيق جدا وتفصيلي حاسب لكم اللينك بتاع المقال ده في الديسكريبشن عشان تقرؤه رغم المميزات الكتيرة جدا في الشات جي بيتي الا ان النسخة المدفوعة منه اللي هي اسمها الشات جي بيتي بلس هي اعمق واقوى وطبعا شركة اوبن اي اي غيرت مسار السباء لما قدمت الاسبوع اللي فات خدمة الشات جي بيتي تيربو اللي قدمت مميزات كتير وحلت مشاكل كتير من مشاكل الشات جي بيتي العادي ده بالاضافة للميزة الجديدة اللي اسمها الجي بيتيز اللي من خلالها تقدر تعمل نسخة من الروبوت الزكاء الصناعي الخاص بيك انت من غير ما يكون عندك سابق معرفة او خبرة باكواد البرمجة يعني مثلا ممكن تعمل بوت خاص بالشركة بتاعتك يرد على استفسارات العملاء او بوت خاص بتعليم اللغات مش بس كده ده انت البوت اللي انت عملته ده ممكن تعرضه على الشات جي بيتي ستور وتشاركه مع مستخدمين الشات جي بيتي حوالين العالم كله كل ده بيحصل بسرعة كبيرة جدا يعني الواحد حاسس ان فيه سباء او صراع في عالم الذكاء الاصطناعي ده والمفهول ان الواحد يخلي يعني انفتاحها علشان يفضل دايما في حالة انتباه عشان يقدر يعرف ايه الجديد وايه اللي ممكن يستفيد بيه من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سواء في الحياة الشخصية او العملية عموما احنا في الحلقة دي عرضنا بعض المميزات اللي ممكن تستفيد بيها من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في شغلك او في حياتك واعتقد ان النتيجة النهائية او الخلاصة ان كل اداة من ادوات الذكاء الاصطناعي ليها مميزاتها وليها عيوبها مفيش واحدة احسن من واحدة على طول الخط لكن انا حابة باسمع اراءكم في الكومنتات تحت ايه احسن روبوت للذكاء الاصطناعي من وجهة نظرك وما تنسوش تتابعوا موقع سوالف تيك علشان تتابعوا كل جديد في عالم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ولو الحلقة دي عابدكم ما تنسوش تعمل لايك وسبسكرايب وشير عشان توصل الى عدد اكبر من الناس واشوفكم الحلقة الجهة ان شاء الله شكرا جزيلا